اشتركوا في القناة مؤكدا أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا لإنجاح القمة العربية المقبلة والتي تأتي في توقيت بالغ الأهمية نظرا للأوضاع التي تمر بها منطقتنا العربية والشرق الأوسط وسط أحداث متسارعة ومخاطر تواجه المنطقة الحضور الكريم بعد نحو اسبوعين من الآن سوف تنعقد القمة العربية المقبلة مؤكدين في هذا الصياق دعم البرلمان العربي للنذائج المنتظرة من هذه القمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ويطيب لي بهذه المناسبة أن أشيد وأثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه ودعم الكبير لآليات العمل العربي المشترك سواء في إطار جامعة الدول العربية أو حتى على مستوى العلاقات العربية الثنائية ترجمة نانسي قنقر